أمام هذا الزخم وهذا التدفق سد دفري كيف هي ردود فعل المتلقي؟ نعم بتأكيد أن المتلقي يكون مستهدفا من قبل محتويات إعلامية معينة والحديث الآن عن المحتوى صلاحا فهو يحيلنا بالدرجة الأولى على وسائل الإعلام يكفي أن نستعمل كلمة محتوى لكي نفهم بأن الأمر يتعلق بمضامين وسائل الإعلام وبتأكيد أن المحتوى الإعلامي يقوم بوظيفة معينة فالمحتوى الإعلامي فهو له طبيعة أولا إخبارية ثم إعلامية عندما نتحدث عن إخبارية قلت إخبارية ومعرفية فعندما نتحدث عن الوظيفة الإخبارية فكل ما يتعلق بتغذية المتلقي من قضايا تتعلق بمحيطه وبحياته اليومية حتى يمكن أن يكون مواكبا لقضايا العصر شريطة بطبيعية الحال أن تكون هذه الأخبار مستقات من مصادر دقيقة وتتسم بالصحة يعني أن تكون صحيحة وسليمة فيما يتعلق بالجانب المعرفي فهذا المحتوى من شأنه أن يحفز الأدهان والعقول على الاشتغال واتخاذ مواقف معينة وبالتالي أن تكون للمتلقي ردود أفعال معينة إذن الخبر عندما يصل إلى المتلقي فبتأكيد أن رد فعله سيكون وفق شخصه ذاته مرجعياته تقافته ما يمكن أن يحدث لدى متلقي معين قد يختلف بالنسبة إلى متلقي آخر إذن هنا نسبية في ردود الأفعال لتأكيد هناك نسبية ما قد يثير في هذا الشخص من أفعال أو ردود أفعال ربما لن يثير أي شيء في شخص آخر قد يثير أحيانا المحتوى إعلامي معين لدى متلقي معين نوع من الشفقة نوع من الحزن قد يثير لدى الآخر نوع من السهزاء والسخرية أو أنه لا ينتبه إليه ويعتبره بأنه خبر غير مجد لا مبالات نعم إذن لذلك فيمكن القول بأن المحتويات الإعلامية لها أهداف ولها فئات مستهدفة هناك أشخاص ربما عندما يجدون محتويات إعلامية مرتبطة بمواضيع لها علاقة بالأطفال فهم سوف لن يتابعوها ويعتبرونها بأنها مجرد لا تعنيهم مجرد محتويات تساهم في الترفيه لكن هناك محتويات أخرى قد تجدوا صدى لدى متلقين معينين إن كانت مثلا تتماشى مع أهوائهم ومع تطلعاتهم ومع حاجيتهم اشتركوا في القناة